السلام عليكم هذا البودكاست ستتكلم عن حركة السوق والذي صار من تاريخ 2-10-2023 لغاية نهاية الأسبوع بالبداية ستتكلم عن مؤشر الدولار الأمريكي نرى كان الافتاح عند 105.94 سجل أعلى سعر 107 سجل أدنى السعر 105.63 أما الإغلاق فسكر عند 105.93 نروح الآن على زوج اليورو مغابل الدولار كان الافتتاح عند 1.065 سجل على سعر 1.05.99 وبعدها الهبوط كان عند 1.0.448 أما بالنسبة لك زوج الباوند مغابل الدولار وشفنا أن الافتتاح كان عند 1.21.290 سجل أعلى سعر 1.261 أدنى سعر 1.20.37 أما بالإغلاق فسكر عند 1.22.33 بالنسبة حق دولار مغابل شفنا شعور الينات خلال يعني قرأتهم دقائق معدودة وشفنا قوة الينا الياباني ولا سوت بالباجر العملات بالنسبة حق الدولار مغابل كان عندنا الافتتاح عند 1.49.53 سجل أعلى سعر 150.15 وبعدها من بعد ما وصل إلى قاية 150.17 شفنا الهبوط لغاية 147.31 وبعدها سكر السوق عند 149.28 أما بنسبة حق الذهب كان الافتتاح عند 1.847 أعلى سعر 1.848 أدنى سعر وصل لغاية 1.810 أما الإغلاق فسكر عند 1.832 بنسبة حق النفط وشفنا الهبوط القوي اللي صار بالنفط كان الاتتاح عند 91.04 أعلى سعر 91.86 أدنى سعر 81.50 نزم مايغارب التسعة دولار تقريبا يعني من 81 من 81 من أعلى سعر 91.86 نسجل أدنى سعر 81.50 أما الإغلاق فكان عنده 82.79 بالنسبة حق الفضة نشوف الفضة كان الافتتاح عنده 22.15 أعلى سعر 22.17 أدنى سعر 20.67 الإغلاق كان عنده 21.58 بالنسبة حق الدو جونز كان الاتتاح عند 33.876 أعلى سعر 33.935 أما أدنى سعر فكان عنده 33.019 بالنسبة حق الإغلاق سجل سجل 33.616 هذا مجهزنا حق الأسبوع الإطاف ترجمة نانسي قنقر